الإصحاح الرابع عشر لا تدينوا بعدكم بعضا رميا الإصحاح الرابع عشر الآية الأولى تدل ومن كان ضعيفا في الإيمان فاقبلوه بينكم دون أن تحاكموا على أرائه حذر بوليس الكديسون في رميا أن لا يحكم أو ينتقد كل منهم إيمان الآخر في ذاك الوقت في كنيسة روما ولأنه كان هناك منهم صادقون حقا في الإيمان وآخرين لم يكونوا صادقين فقد بدأ كل منهم في انتقاد إيمان الآخر إذا حدث هذا بينكم يجب أن تحترم كل منكم إيمان الآخر وتتجنب أي فرصة لنقض خدام الله إنه عمل الله في أن يرفع ويبنى خدامه وليس عملنا حتى داخل كنيسة الله ينشأ وسط المؤمنين الكثير من المشاكل وإذا أرقينا نظر على إيمانهم سنجد على كل أنموات الإيمان فالبعض سبق أن كانوا مقيدين بالنموس قبل خلاصهم ولهذا هم ما زالوا متأثرين بإيمانهم النموسي الصابت وبعض المسيحيين يعطون أهمية كبيرة لأنواع الأكل كمثال لهؤلاء من يعتقدون أنهم لا يجب أن يأكلوا لحم خنزير وآخرون يعتقدون بأن عليهم أن يحفظوا السبت تحت أي ظروف لكننا يجب أن نتوافق مع كل تلك الفوارق بإيماننا ببر الله ولا ينتقد كل مننا الآخر لمثل هذه الأمور الصغيرة هذا مغزى ما كان يتحدث عنه بوليس يعلمنا بوليس في الإصحاح الرابع عشر أننا لا يجب أن ننتقد ضعف إخواتنا المؤمنين إذا كان لديهم إيمان ببر الله لماذا؟ لأنه بالرغم من ضعفهم إلا أنهم يؤمنون ببر الله أيضا يعتبر الكتاب المقدس أولئك الذين غفرت أسامهم بالإيمان ببر الله كشعب الله السمين فحتى وإن كان يرى كل منهم الآخر بأنه غير كفء إلا أن الله أمرنا أن لا ننتقد إيمان المؤمنين الآخرين هذا لأنهم حتى وإن كانوا غير كفء بالجسد إلا أنهم ما زالوا أولاد الله بالإيمان يختلف إيمان كل شخص عن الآخر تؤكد الآيات الثانية والثالثة أن من الناس من يعتقد أنه يحق له أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل البقول فمن كان يأكل كل شيء عليه أن لا يحتكر من لا يأكل ومن كان لا يأكل عليه أن لا يدين من يأكل لأن الله قد قبله ولابد أن يكون هناك تنوع بين خدام الله في نمط إيمانهم ببره وإتباعه الإيمان في الخلاص هو واحد لكن قدر الإيمان في كلمته هو ما قد تختلف فإذا كان أحدا نموسيا قبل أن يولد ثانيا بالإيمان بإنجيل بر الله فقد يحتاج الوقت حتى يترك بره الذاتي عن طريق الإيمان الكامل ببر الله مثل هؤلاء يميلون لإعطاء أهمية كبيرة لحفظ السبت لكنك لا يجب أن تنتقدهم لأنهم أيضا يؤمنون ببر الله الله يسر بإيمان أولئك الذين يعرفون ويؤمنون ببره وقد اتخذهم كشعبا لذا أولئك الذين يؤمنون بالحق ببر الله يجب أن يكتهدوا في أن ينعيشوا أخواتهم المؤمنين ببر الله بدلا من اتقاد ضعف إيمانهم نحن لا يجب أن ندين خدام الله تقول الآية الرابعة فمن أنت لتدين خادم غيرك إنه في نظر سيده يثبت أو يسقط ولسوف يثبت لأن الرب قادر أن يزبته لابد أن نعترف بخدام الله الذين بررهم الله وبرر إيمانهم هل تنتقط وتدين خدام الله وأنت تحيي حياتك المسيحية إذن سيوبخ الله إيمانك أكثر إذا كنت تدين إيمان أولئك الذين بررهم لمجرد أنك لا تحبهم فأنت تنصب نفسك على كرسي دينونة الله لتدين خدامه وهذا ليس صحيحا لكن بالأحرى يجب أن تقبل بشكر حتى أولئك الخدام الذين قد لا تحبهم وتطيع توجيههم وهم يمجدون بر الله يجب أن يصدق الله على إيماننا لذا يجب أن يكون لدينا الإيمان الحقيقي الذي يستحك سناء الله مكافئته لنشكر الله لأجل بره لأنه قد سمح لنا أن نكرس حياتنا ليسوع المسيح ويجب أن نصدق على من صدق الله عليهم ونرفض من رفض الله التصديق عليه أرجو بأنك تمجد الله بالإيمان ببره بدلا من تمجيد برك الذاتي كما أرجو أن يصدق الله على إيمانك وحينها سيرفعك ويمجدك لإيمانك ببره لو كانوا هم أيضا يؤمنون ببر الله ومن الناس من يروع يوما دون غيره ومنهم من يعتبر الأيام متساوية فليكن كل واحد مقتنعا برأيه في عقله إن من يروع يوما معينا يروعيه لأجل الرب ومن يأكل كل شيء يأكل لأجل الرب لأنه يؤدي الشكر لله ومن لا يأكل لا يأكل لأجل الرب لأنه يؤدي الشكر لله روميا الإصحاح الرابع عشر الآية الخامسة إلى السادسة كان هناك من خلصوا بالإيمان بالمسيح من بين اليهود رب إنجيل الماء والروح ورغم إيمان الكسرين منهم بيسوع إلا أنهم كانوا ما يزالوا مقيادين بالنموس لكنهم كانوا بالفعل خدام بر الله لأن ما فعله لحفظ النموس فعلوه لينشروا بر الله لهذا قال بوليس فصرت لليهود كأني يهودي حتى أكسب اليهود وللخاضعين للشريعة كأني خاضع لها مع أني لست خاضعا لها حتى أكسب الخاضعين لها والذين بلا شريعة كأني بلا شريعة مع أني لست بلا نموس عند الله بل أنا خاضع لنموس من نحو المسيح حتى أكسب الذين هم بلا شريعة كولونسوس الأولى الإصحاح التاسع الآية العشرون إلى الحاديات والعشرون يجب أن لا نتجاهل أو نرفض إيمان أولئك الذين يؤمنون ببر الله إذا كانوا يؤمنون ببر الله ويخدمونه فلابد أن نعترف بهم كخدهم الله البار يحيا للرب تؤكد الآيات السابعة إلى التاسعة فلا أحد منا يحيا لنفسه ولا أحد يموت لنفسه فإن حينا فلرب نحيا وإن موتنا فلرب نموت فسوى حينا أم موتنا فإنما نحن للرب فإن المسيح ما يتواعد حيا لأجل هذا أن يكون سيدا على الأموات والأحياء نحن أعيش مع المسيح ونموت معه لأننا خلصنا من كل أسامنا وللنا حياة جديدة بالإيمان ببر الله المعلن في الإنجيل كل الأشياء القديمة قد مضت في المسيح ونحن أصبحنا مخلوقات جديدة الإيمان ببر الله بالحق يعني أن نعرف ونصك بحقيقة أنك أصبح للمسيح لذلك أولئك الذين يؤمنون ببر الله لم يعد لهم علاقة بهذا العالم وأصبح خدام الله إن أصبحت خدم الله فعليك أن ترفعه وتمجده وتحب وتحيا لمجده وتكون ممتن له لأنه سمح لك أن تعيش حياتك بهذه الطريقة هل أنت بالحق ملك للمسيح؟ ولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح؟ قد صلبوا مع المسيح وقاموا معه ليعيشوا مرة أخرى فسوى عشنا أو موتنا نحن ملك للمسيح ببر الله وأصبح الرب هو رب المخلصين ينبغي أن ندين إخواتنا المؤمنين كتب في الآيات العشرة إلى الثانية عشر ولكن لماذا أنت تدين أخيك؟ وأنت أيضا لماذا تحتكر أخيك؟ فإننا جميعا سوف نقف أمام عرش الله لنحاسب فإنه قد كتب أنا حي يقول الرب ليس ستنحي كل رجبة وسيعترف كل لسان لله إذن كل واحد منا سيؤدي حسابا عن نفسه لله لأن المسيح إلهنا حي فإننا لابد يوما سنسجد أمامه ونعترف بكل شيء لذا يجب علينا أن لا نجلس على كرسي الحكم وندين إخواتنا وإخواتنا لكن نقف بتواضع أمام الله الأهم بالنسبة لنا هو أن نعيش لمشيئة الله لنحكم وندين كل مننا الآخر في كنيسته فإذا حكمنا وقدلنا ضعف إخواتنا وإخواتنا سندين نحن أيضا أمام الله لأجل ضعفاتنا فلابد أن ندرك كم روعة أن نعيش لإرادة الله معا في كنيسته الإيمان الحقيقي يبني الإخوة المؤمنين ويتبع بر الله تذكر بأن الإيمان الباطل لا يتبع بر الله بل يبني بره الزيتي فقط ماذا عنك؟ هل تتبع بر الله بالإيمان؟ أم تتبع بر جسدك؟ يجب أن نبني إيمان الآخرين الآيات الثالثة عشر والرابعة عشر فلنكف عن محاكمة بعضنا بعضا بل بالأحرى احكموا بهذا أن لا يضع أحد أمام أخيها عقبة أو فخن فأنا عالم بل مقتنع من الرب يسوع أنه لا شيء نجس في ذاته أما إن اعتبر أحد شيئا ما نجس فهو نجس في نظره لأن قدر الإيمان يتفاوت فيما بين أولئك المؤمنين ببر الله لذا يجب أن يعمل كل مننا لبناء إيمان الآخر لأن هذا ما ينم من مؤمنين ببر الله إن كنت مسيحي تصد ببر الله فأنت يمكنك أن تفعل أي شيء بإيمانك في كلمة الله أما إن كنت لا تستطيع فهذا لأنك تتبع برك الذاتي بدلا من بر الله اتبع برك الذاتي في بر الله مثل أن تتبع العالم ولديك إيمان خاطئ أولئك الذين يسعون وراء برهم الذاتي بالرغم من إيمانهم ببر الله هم يعيشون كخصوم الله الله يريد لأولئك الذين يخلصون بالإيمان ببره أن يستمروا في اتباع بره طوال حياتهم سيروا في المحبة تقول الآيات الخامسة عشر إلى السامنة عشر فإن كنت بتعامك تسبب الحزن لأخيك فلاست تسلك بعد ما يتطفق مع المحبة لا تدمر بطعامك من لأجله مات المسيح إذن لا تعرضوا لصلاحكم لكلام السوء إذ ليس ملكوت الله بأكل وشرب بل هو بر وسلام وفرح في الروح الكدس فمن خدم المسيح كذا كان مقبولا عند الله وممدوحا عند الناس من خلصوا بالإيمان ببر الله ويعيشون لنشره لا يحتكرون شعبه لأجل الطعام فنحن نشارك الطعام أحيانا ليكون لنا شاركة محبة لكن بولس حذرنا من استبعاد الإخوة والأخوات الفقراء لنشارك فقط الأغنياء البركات التي منحها الله لمن يؤمنون ببره هي التي تجعلنا نتبع بر الله كما يمنحنا إنجيل الماء والروح سلام عقولنا ونكون قادرين على أن نخدم الرب معا مشاركين مع بعضنا بعدنا الفرح ألز أعطاها الله لنا يجب أن ندرك أولئك الأغنياء بأن كل سرواتهم مصدرها الله فيشاركون بها الآخرين ليخدموا الإنجيل ويتبعوا بر الله معا يسير الله بأولئك الذين يعيشون مثل هذه الحياة ويحبهم أسعى لبناء الآخرين تقول الآيات التاسعة عشر إلى الحدياء والعشرون فالناس عائزا وراء ما يؤدي إلى السلام وما يؤدي إلى بنيان بعضنا بعضا لا تدمر عمل الله بسبب الطعام حقا إن الأطعمة كلها طاهرة ولكن الشر في أن يأكل الإنسان شيئا يسبب العصر منذ زمن في كل مدن قديمة كرومة وكرونسوس يبيع بفيها الناس الطعام المسبوح للأصنام وكان بعض من المؤمنين ببر الله يشترون مثل هذا اللحم ويأكلوه فاعتقد بعض الإخوة المؤمنين الدعاف في الإيمان بكنيسة الله أن أكل مثل هذا اللحم هو خطيئة لهذا قال أبوليس لا تدمر عمل الله بسبب الطعام الآية العشرون نفس المبدأ انطبق على الخمر حيث كان هناك بعض المؤمنون الذين لم يقترسوا كثيرا لأمر شرب الخمر لكن بوليس نصحهم إذا كان مثل هذا السلوك سيضعف إيمان إخواتنا المؤمنين فمن الأفضل أن لا يعصر إخواتهم المؤمنين بشربهم وهذا يحدث بيننا نحن أيضا لذا يجب أن نعيش حياتنا المسيحية بطريقة بها نبني الآخرين ونسعى وراء بر الله وهناك قضايا اليوم يمكن أن تنشأ حول الطعام المقدم كزبائح للآباء فمن الأفضل أن لا نأكل ذاك النوع من الطعام لأجل أولئك الضعفاء في الإيمان ليكن لكم إيمان في بر الله تشير الآيات الثانية والعشرون والثالثة والعشرون لك اقتناع ما فليكن لك ذلك بنفسك أمام الله توبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه وأما من يشك فإذا أكل يحكم عليه لأن ذلك ليس عن إيمان وكل مال لا يصدر عن الإيمان هو خطيئة من يؤمنون ببر الله هم من لديهم الإيمان الصحيح الإيمان في بر الله هو الإيمان المعطى من الله لتطهيرنا من كل أسامنا لذا لابد أن يؤمن المسيحيون ببر ببر الله ويكون لهم قناعة إيمانية راسخة في بره يخبرنا الكتاب المقدس بأن إتباع الله دون الإيمان ببره هو خطيئة كما أن أي شيء يعمل بدون إيمان هو خطيئة فإذا كنا قد عرفنا أي شيء يعمل بدون إيمان ببر الله هو خطيئة فلابد أن يكون لنا إيمان أكثر ببره يقول الكتاب المقدس وأما من يشك فإذا أكلا يحكم عليه كل شيء طاهر إذا تناولناه بالإيمان ببر الله لأن الله خلق كل نبات وحيوان لابد لنا أن ندرك أهمية معرفتنا وإيماننا ببر الله وأن نبني أيضا إخوتنا المؤمنين المولودين ثانيا ونحترم إيمانهم ترجمة نانسي قنقر